بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن أحد الممثلين القلائل الذين أدوا أدوارا متنوعة ولم يتخصص في أداء دور واحد ولم يشتهر بأداء شخصية واحدة ولكنه أدى شخصيات متعددة ورغم ذلك برع في كل هذه الشخصيات تترك أسرا وبصمة في كل الشخصيات التي أداها بل وأحبه الجمهور في كل الأدوار التي أدى حلقة اليوم عن الممثل الذي أجاد شخصية المعلم ورجل الأعمال والسياسي وضابط المباحث وضابط المخابرات والرجل الطيب والفلاح والنصاب والشجير بل وتاجر المخضرات حلقة اليوم عن الشخصية التي أسيرت حولها الكثير من الشائعات ولكن ليس في حياته ولكن بعد وفاته حلقة اليوم عن صلاح قابل قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولد صلاح قابل في 27 يونيو سنة 1931 في قرية نوس الغيط في مركز أجا بمحافظة الدقاهلية بمصر ثم انتقلت عائلته للمعيشة بالقاهرة وهناك أكمل دراسته السانوية والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة ولكنه كان شغوفا بالتمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وترك كلية الحقوق على أثر ذلك تخرج من المعهد سنة 1960 وانضم لفرقة مصرح التلفزيون وقدم معها مصرحية شيء في صدري ثم اللص والكلاب ثم ليلة عاصفة جدا بدأ العمل في السينما سنة 1962 من خلال فيلم بين الأسرين ثم فيلم زقاق المدق سنة 1963 وقد شارك في حوالي 72 فيلما من أهمها أفلام نحن لا نزرع الشوق سنة 70 وأغنية على الممر سنة 1972 وليلة القبض على فطمة سنة 1970 والبريء سنة 1986 وغيرها الكثير من الأعمال المهمة والبارز أما عن مشاركاته في الدرامة التلفزيونية فقد بدأت سنة 1972 في مسلسل القاهرة والناس ثم شارك في العديد من المسلسلات ولعل أبرزها مسلسل زينب والعرش سنة 79 ومسلسل دموع في عيون واقحة سنة 1980 وبكيزة وزغلول سنة 1986 وضمير أبل حكمة سنة 1991 وشارك كذلك في ليلة الحلمية في الجزء الرابع منها سنة 1992 من أكثر الممثلين الذين لهم أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم فله خمسة أفلام في القائمة وهي أفلام بين القصرين إنتاج 1964 والجبل إنتاج 65 وأوني على الممر إنتاج 72 والعصفور إنتاج 74 والبريء إنتاج 1986 كذلك شارك صلاح قبيل في عناد كبير من المسلسلات الإزاعية بلغت حوالي 25 مسلسل إزاعي وشارك كذلك في عدة صهرات تلفزيونية بلغت حوالي 9 صهرات أما عن أعماله على المسرح فقد قدم العديد من المسرحيات بلغت حوالي 14 مسرحيات لعل أبرزها يوم عاصف جدا سنة 84 وزيارة بلا موعد سنة 82 وضحك ولعب ومزيكة سنة 1991 تزاوج صلاح قبيل مرة واحدة من جارته في القاهرة بعدما استقرت العائلة فيها وقد تقدم لطلبها للزواج وتزاوج بها في سنة 1961 وأنجب منها أربعة أبناء هم أمال ودنيا وصفاء وعمر ابنه الأصغر الذي دخل إلى مجال التمثيل أيضا وكانت زوجة الممثل صلاح قبيل تعمل مدرسة ثم تفرغت لتربية أبنائها صلاح قبيل من الممثلين القلائل الذين لم تطاردهم الشائعات أثناء حياتهم فهو ممثل ملتزم جدا وصاحب سلوك طيب ومستقيم ولكن صلاح قبيل هو الممثل الوحيد الذي طاردته العديد من الشائعات بعد وفاته فمنها شائعة زواجه من الممثلة وداد حمدي وقد نفى البقربون منه والبقربون منها هذه الشائعة ولم تثبت أصلا وانتشرت بعد وفاته ولم يذكر ذلك أحد حال حياة صلاح قبيل أما الشائعة الثانية فإنه كان مريض بمرض السكري والحقيقة أنه لم يكن مصابا أصلا بهذا المرض ولكن الذين رددوا هذه الشائعة استخدموها لخدمة الشائعة الثالثة وهي أنه دفن حيا حيث يدعون بأنه أصيب بنوبة غيبوبة سكري تم دفنه على أثرها وهو حي وهو لم يثبت ذلك أصلا حيث أنه أصيب بارتفاع حاد في ضغط الدم مما أدى إلى نزيف في المخ أدى إلى الوفاة وظل في المستشفى لمدة أكثر من 30 ساعة قبل الدفن ولم يكن أصلا مصابا بمرض السكري وتوفي رحمه الله تعالى يوم 3 ديسمبر 1992 عن عمر 61 عاما رحم الله الممثل صاحب القبول والتنوع رحم الله صلاح قبيل برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة